موسيقى نشأة ثلثة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين البنيان المرصوص تعلن سقوط ثمانية عشر شهيدا ومائة وعشر جريحا في اشتباكات اليوم بسرط وقوات البنيان تحبط تفجير ثلاث سيارات مفاخخة من ضمن خمس أرسلت عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة مقتل ثلاثة عناصر من قواتها الصعيق إثر انفجار لغمنا في منطقة البورشا بمدينة بنغازي وطيران الأجنبية شن ثمانية عشرة غارة في جنفودة ويستادف منزل لأحدى العائلات واخر للعمالة مخلفا عددا من القتلى انطلاق أول رحلة للحجاج اليوم من مطار معتيق الدولي متوجهة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية وعلى متن أكثر من مئتي حاج أعلن المستشفى الميداني التابع لعملية المنيان المرصوص في سرطة مقتل ثمانية عشر شخصا من قوات العملية في اشتباكات اليوم مع ناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وبحسب صفحة المستشفى على الموقع الفيسبوك فإن أغلب القتلى الذين سقطوا في مواجهات اليوم من مدينة مصرطة إضافة إلى شخص من سبهة وأضف المستشفى أن عدد المصابين جراء المعارك الذين وصلوا إلى حتى إلى الآن يبلغ حوالي مائة وعشرين جريحا تفاوتة إصاباتهم بين المتوسطة والخفيفة قال عضو المكتب الإعلامي لعملية المنيان المصوصة مداديا أن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة حاول اليوم تفجير خمس سيارات مفخخة في محاولة لإعاقة تقدم قوات عمرية البنيان المصوص وأضف هديا لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اثنين أو اثنتين من السيارات المفخخة نجحت في الوصول إلى تمركزات قوات العمرية فيما تم تفجير ثلاث سيارات أخرى قبل وصولها للتمركزات وأشار هديا إلى أنه تم التعامل مع محاولة انتحاري تابع لما يعرف بتنظيم الدولة تفجير نفسه في تمركز لقوات عمرية البنيان المصوص حيث تم قتله قبل عملية التفجير أكد عضو المكتب الإعلامي بغرفة العمريات الخاصة أبو بكر مصطفى تقدم قوات عمرية البنيان المصوص صباح اليوم بعد إزالة السواتر الترابية في الحي رقم ثلاثة بسرط وأضفت مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات البنيان المصوص تشتبك مع ناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في وسط الحي رقم واحد مشيرا إلى تمكن قوات العمرية من تفجير سيارة مفخخة تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة بقذيفة أو بقذيفة دبابة في ذات الحي وأشر مصطفى إلى استمرار طيران الدعم الدولي بقصف تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة داخل الحيين واحد وثلاثة أعلن المركز الإعلامي التابع لعمريات البنيان المصوص بدأ سرايا الهندسة العسكرية التابعة للعمرية بإزالة الألغام التي كان عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قد زرعوها في الحي رقم ثلاثة ونشد المركز عبر صفحة على موقع فيسبوك جميع ناصر عمرية المنيان المصوص ضرورة الاستعداد وعدم الاستخفاف بما تبقى من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرد ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المركز الإعلامي لعمرية المنيان المصوص أحمد هدية سيد هدية ما هي آخر التطورات اليوم في سرد وما هي الحصيلة النهائية للشهداء جراء الهجوم بالسيارة المفخخة نعم هناك الاشتراكات تجعل نستمره الآن في رحية أو رحية الواحدة هناك جراء التجعله في رحية المتحدة هناك جراء التجعله في رحية المفخة من هذا التنبيل الهجوم بالسيارة المفخة الآن على عدد القادمين يوجد اشتباكات عنفة الآن وعادة شهداء ثمانية وعادة ثمانية وعادة ثمانية وعادة حتى الوحدة لكن لا تجعل اشتباكات نستمره من المتفكر والسلام طيب سيد هدية إلى أي حد عرقلت السيارات المفخخة تقدم قوات البنيان نحو الحيين واحد وثلاثة لا تأثير سيد سيد تقدم القوات البنيان المخصوصة لكن هذا شيء متعامل لأسف لم نعد نستمع جيدا لسيد أحمد هدية وشكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف مدير المركز الإعلامي لعملية البنيان المصوص أحمد هدية أفادت القوات الخاصة السائقة في بنغازي بمقتل ثلاثة من عناصرها المنتسبين إلى مجموعة إبراهيم جعودة تابعة للكتيبة الأولى سائقة مساء السبت على إثر انفجار لغم في منطقة الجورشا بالمدينة وأضفت القوات الخاصة سائقة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة استادف منذ صباح السبت منطقة جنفودة بالتزامن مع تنفيذ طائرات تابعة لقوات عمرية الكرامة غارات ناجوية وصفتها بالدقيقة على المنطقة قال مركز السرايا للإعلام إن أحد عشر شخص من العمالة الوافدة لقوا مصرعهم بعد أن استادفت طائرة أجنبية من دون طيار مساء السبت منزلهم الواقع بمنطقة جنفودة الواقعة غرب مدينة بنغازي وأضفت النافذة الإعلامية لمجلس شرى صوار بنغازي نطائرة من دون طيار استادفت أيضا منزل لأحدى العائلات بالمنطقة بالتزامن مع وجود العائلة في الداخل مشيرة إلى أن عمليات البحث تحت أنقاض المنزل الجارية للعصور على ناجين أذا ولم تتمكن قناة ليبيا لكل الأحرار من مطابقة الخبر مع مصادر أخرى بالمدينة أذا وافد مركز السرايا للإعلام بأن طائرة أجنبية بدون طيار شنت سبت ثمان عشرة غارة ناجوية على منطقة جنفودة وأضحت النافذة الإعلامية لمجلس شرى ثوار بنغازي أن قوات الكرامة قصفت منطقة جنفودة بأكثر من خمسين قذيفة هاوزر حتى الآن لافتتان لأن القصف المدفعية ما يزال مستمرا هذا وأضاف مركز السرايا للإعلام أن قواتهم رصدت طائرة من نوع بريدتور وأخرى من نوع كام كوبتر وذلك بالتزامن مع تحريق طائرة حربية تابعة للصلاح الجوي تابع لعملية الكرامة فوق منطقة جنفودة ننضم إلينا عبر الهاتف الباحث الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح سيد بن صالح كيف تقرأ هذا التصعيد في الغرات الجوية على منطقة جنفودة من قبل الطائرات الأجنبية وطائرات حفتر بالرغم من علمهم بوجود عائلات محتجزة هناك سيد سليمان بن صالح فيما يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد سليمان بن صالح الباحث في شؤون الأمنية والعسكرية نوصل النشرة فقد أعلنت الهيئة الليبية للغاثة والمساعدات الإنسانية بمدية بنغازي استناف عملية توزيع السلة الغذائية حسب اتفاقية برنامج الغذاء العالمي على النازحين المسجلين في منظومة الهيئة من فئة المنازل حسب خطة التوزيع المعتمدة من إدارة الفروع وأوضحت الهيئة عبر موقع الإلكتروني أنه تم تسليم أكثر من ألفي سلة غذائية منذ بدي عملية التوزيع في الثامن عشر من الشهر الحالي وأشرت الهيئة إلى أن إدارة الفروع سوف تبدأ مهمتها الثانية في توزيع المساعدات خلال الأسبوع القادم وتستهدف نازحي المخيمات والأماكن العامة انطلقت أول رحلة للحجاج الليبيين اليوم لحد من مطار معيتيق الدولي متوجهة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية وأضمت الرحلة أكثر من مائتي حاج قد أعلنت لجنة الحجة للموسم الحالي أن الرحلة الثانية ستنطلق اليوم من مطار الأبرق عند الساعة السابعة مساء فيما تنطلق الرحلة الثالثة من مطار معيتيق في حدود الساعة العاشرة مساء وقد عبر عدد من الحجاج الليبيين عن سعادتهم لحصولهم على فرصة الذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء فرضة الحج هذا العام وأعرب الحجاج في استطلاع أجرته قناة ليبيا لكل الأحرار عن شكرهم للجة رعاية موسم الحج والجهات المختصة لما قدمه من دعم لهم ونشكر جزيل الشكر لجميع الأخوة إخوة الليبيانة وإخوة الموجودين هنا هذه أفضل لحظة من لحظات العمر لحظة الحج هي فرصة ما نسميها فرصة العمر للحج والحمد لله رب العالمين يجينا ناس في مطار قايمين بالواجب وأكثر والله يقصن بالله ما كنا نتوقع أنهم يقوموا به الواجب هذائل لا الحمد لله طيبة كويسة على الكيف لا مرتاحة نفسي مرتاحة ومطمئنة والله شعور فرحانين حني بالمشكل الواحد الحج بشعير الله وبعد ذلك نشكر للناس اللي وقفين والكشاف الحمد لله حمدا كثيرا طيب ومباركا فيه الذي يسرنا هذه الزيارة إلى بيت المحارة وما أصبحنا من ضيوف الرحمن الحمد لله رب العالمين ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الإعلامي للجاة رعاية موسم الحجة حسين الشرتاع سيد الشرتاع ما هي أجواء انطلاق أولى رحلات الحجاج اليوم وكيف تم الترتيبات التفويج أخي محمد تحيي لك وتحيي لكل من يشاهد فينا العبر يضعتكم الموقرة انطلقت هذا اليوم أول رحلة بمطار محتيق الدولي على تمام الساعة الثانية عشر ونص وستكون هناك رحلات اليوم الأولى من الأبرق في الساعة الثمانية ونص والثانية من مطار محتيق أيضا عشر ونص ليلا ثم انطقت طارة البابح الساعة الثانية ونص رحلة طليعة في البعثة على تمام الساعة الثانية ونص ليلا أخي سأمى بعمل الله تعالى البدء في التوجه إلى الأراضي المقدسة والحمد لله عن طريق محتيقة وعن طريق إن شاء الله مطارات الأبرق ومصراتها وتبدأ رحلات الساعة حتى يوم خمسة تسعة عام 2016 بعمل الله تعالى ستكون هناك رحلتان من طرابلس كل يوم ومن مصراتها ومن الأبرق وستكون هناك رحلات داخلية من مطار تمن هن إلى مطار محتيقة لالتحاقهم بالحجاج حتى يتمكنوا من أزافة الحجل هذا العام ما هي الإجراءات المتبعة فور وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة ومدى جهزية اللجان التابعة للبعثة الليبية للقيام بمهامها ستكون هناك لجان في استقبال الحجاج بمطار مكة المقرمة بمطار الحجاج بمكة المقرمة وبعد ذلك بعد انتهاء من إجراءات ختم الجوازات يذهبون إلى الصالة للراحة يخلي المراحة ثم يأخذ كل المشر 48 حاج ويتجه إلى مقرمة بفندق أنجم بمكة المقرمة في المنطقة المركزية المطلعة للحام وستجد هناك أمامهم البعثة بالكامل من نقض من مواصلات ومن البعثة الصحية بثلاثة عيادات مجمعة في مقر الإقرام ولجة الاستقبال من مطار الحجاج حتى وصولهم إلى مقرقهم في مكة المقرمة إن شاء الله كنت معنا عبر الهاتف الناطق الإعلامي لجنة رعاية موسم الحج أحسين الشرطاء شكرا جزيلا لك ومشاهدين بالعودة إلى موضوع بنغازي وسرط ينضم إلينا عبر الهاتف الباحثة في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح سيد بن صالح كيف تقرأ هذا التصعيد في الغرات الجوية على منطقة جنفودا من قبل الطائرات الأجنبية وطائرات حفتر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من خلال تطور الأحداث في مدينة بنغازي ومن ذلك تكفيص الغرات الجوية الفرنسية على منطقة جنفودا يمكننا أن نصل إلى قناعة وهي أن نحفتر وكل من يدأمه ويؤيده في الداخل والخارج يريدون التسريع بتحقيق حسن بالمعارك في منطقة جنفودا بالدات ربما استباقا لحدث مهم يجري التحضير له في ليبيا أما مسألة المدنيون العالقون في منطقة جنفودا الذين أصبحت الطائرات الفرنسية وطائرات حفتر ومسفعيته تستهدفهم بشكل مقصود فذلك يرجع إلى أنهم ينظرون إلى هذه العائلات على أنها عائلات دواعة بمعظمها ولذلك فأنهم يحكمون عليهم بالقسل وعلى مساكنهم بالتدمير وهذا ما صرح به بعض من أو من يسمون أنفسهم وجهاء القبائل عندما تحدث أحدهم وقال أن العجائز والأطفال الموجودين في جنفودا هم عجائز داعشية وأطفال دواعش وأنهم يرتضون خروج أي طفل يزيد عمره عن 14 سنة إلا إذا كان جزء حامل لذلك فإن الأوامر بكثيف القصف الجوي على منطقة جنفودا تأتي في هذا السياق وهو أيضا تمهيد للسياح هذه المنطقة بقوة فرية هدفها السيطرة على جنفودا وصارت شورة توار بنغازي منه طيب ما تعليقك على آخر التطورات اليوم في سيرت؟ أعتقد أن معركة الحسن الأخيرة بدأت اليوم وزعت بعد غراف مكتف من طلح الطيران على الحيين رقم ثلاثة واحد والأخبار الواردة من هناك تفيد أن قوات البنيان المرصوص دخلت إلى الحي رقم ثلاثة وبدأت بإزالة التواثر الترابية وبالبحث عن القناصة للتعامل معهم في الطريقة الأنجع وهي باستعمال الدبابات والعربات المطفحة وأنا في تقديري لن يستغرق تغسير الحي رقم ثلاثة من الدواعش وقت طويلا ربما تكون الخسائر كبيرة في الأرواح ولكن أعتقد أنها ما هي إلا ساعات وسيتم الإعلان عن صيف رسمة لهذا الحي وبسقوط هذا الحي ستكون عناصر داعش قد فقدت آخر مكان لها فيه شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهتف البحث في شؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح انطلقت مساء أمس في العاصمة الكينية نيروبية عمل القمة السادسة لمؤتمر توكيو الدولي لتنميةه في أفريقيا والمعروف باسم تيكاد بمشاركة ليبيا وقال مدير مكتب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان عبدالكريم عطية إن القمة ستناقش عدة قضايا تهم أفريقيا واليابان مشيرا إلى أن ممثل ليبيا في هذه القمة هو عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطران إنه سيعود للمشاركة في جلسات المجلس إذا عقدت في مدينة خاضعة لحماية الجيش والشرطة حسب تعبيره وأوضح القطران في بيان له أنه إذا تم تغيير مقر الجلسات التشاورية من تونس إلى ترابولوس مشيرا إلى أنه بحسب الاتفاق السياسي يجب أن تكون العاصمة هي مقر جلسات المجلس بعد إخلائها ممن وصفها بالميليشيات المسلحة اتفق عدد من أعضاء مجلس نواب مع مسؤول الملف الليبي بالحكومة المصرية محمود الحجازي على تخفيف القيود المفروضة لدخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي المصرية وقال عضو مجلس النواب جبل الشيباني لقناة ليبيا لكل الأحرار إن المجتمعين اتفقوا على رفع سن دخول الليبيين إلى مصر دون تأشيرة إلى 18 عاما فضلا عن رفع التأشيرة نهائيا على المواطنين البالغين سن الخمسين عاما فما فوق بالإضافة إلى تمديد الإقامة للجالية الليبية في مصر لمدة ستة أشهر يتم تجديدها بشكل دوري شاتنا متواصلة وفيها وزارة الداخلية بحكومة الأفاق الوطني تعلن وفاة 246 شخصا على الأقل جراء حوادث المرور في عموم ليبيا خلال شهر الماضي البنيان المصوصة تعلن سقوة 18 شهيدا و120 جريحا في اشتباكات اليوم بسرط وقوات البنيان تحبط التفجير ثلاث سيارات مفخخة من ضمن خمس أرسلت عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة مقتل ثلاثة عناصر من قوات الصائقة إثر انفجار لغم في منطقة لغورشا بمدينة بنغازي والطيران الأجنبي يشن ثماني عشرة غارة في جنفودة ويسارف منزل لإحلى العائلات وآخر للعمالة مخلفا عددا من القتلى انطلاق أول رحلة للحجاج اليوم من مطار معتيقة الدولي متوجهة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها أكثر من مائتي حاج قالت دارة التواصل الإعلان برئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيقة قام صباح السبت بزيارة لمناطق جنزور وورشفانة في إطار متابعة المجلس الرئاسي لاتفاق فتح الطريق الساحلي ونقلت دارة التواصل والإعلان معنى مائتيق قوله إن المجلس الرئاسي قام بتكليف وزارة الداخلية بإنشاء وحدة لحماية الطريق الساحلي وقد تم التواصل مع جميع مدريات الأمن المعنية في المنطقة الغربية وسيكون هناك اليوم لحد اجتماع موسع بين وزير الداخلية ومدريات الأمن لوضع استراتيجية شاملة لتأمين الطريق الساحلي حسب قوله وأشرت دارة التواصل للإعلام عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أن مائتيق صار أيضا بلديات الزهراء والماية والتقى خلال الزيارة بعدد من وجهاء والأعيان وعدد من الضباط والعناصر الأمنية المنخرطة في تأمين الطريقة أعلنت الشركة العامة للكربا بدى فرق الصيانة التابعة لها في أعمال الصيانة لنارة على امتداد الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية وجنزور بعد إعادة فتحه مؤخرا وأضفت الشركة عبر صفحتها على منقع فيسبوك أن أعمال الصيانة تتم على الرغم من قلة الإمكانيات والمعدات وتأخر المرتبات منذ ما يزيد عن أربعة أشهر حسب قوله دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وزير الصحة المفاوض بحكومة الوفاق الوطني إلى إلغاء تعاقدات والتكليفات الصادرة عن وزير الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني وبحسب شكشك فإن وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني خالفت التشيعات والقوارين النافذة وألحقت الضرر بالبال العام إضافة إلى عدم عرض التكليفات الخاصة باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية على لجة العطاءات المركزية وعدم مراعاة الوزارة السابقة لقانون النظام المالي في الدولة انطلقت اليوم الأحد امتحانات الدورة الثاني لطلاب سنوات النقل بمرحلتين التعليم الأساسي والثانوي بالمنطقة الغربية والجنوبية وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة التعليم رمضان الغضوي أنه يحق للطلبة الراسبين في أكثر من ثلاث مواد الدخولة لامتحانات وفقا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القاضي بالسماح للطلبة الراسبين لأداء امتحانهم في كافة المواد نظرا لظروف الأمنية التي مرت بها بعض المناطق حسب وصفه وأوضح الغضو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الامتحانات ستستمر إلى الثامن من سبتمبر المقبل وتشمل ثلاثين منطقة تعليمية على مستوى المناطق الغربية والجنوبية قال الناطق الرسمي بمركز سبه الطبي سامى الواف أن المركز يسلم 16 حضارة أطفال حديثة من قبل وزارة الصحة بطرابولس ومنظمة الصحة العالمية أضاف الواف لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه سيتم يوم غد افتتاح قسم جديد لحادثي الولادة بعدما تم تعقيمه بالكامل وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية كما أضح الواف أن مركز سبه الطبي يعاني من نقص في الكوادر الطبية والاستشاريين في بعض التخصصات الطبية مشيرا إلى أن المركز خاطب وزارة الصحة في أكثر من مناسبة بشأن توفير الأطباء ولكن دون جدوى حسب وصفه أعلن مجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي أنه سيفتتح المشحة الطبية الخاصة بالجامعة اليوم بعد الصيانة التي أجريت للمشرحة من قبل مركز الخبرة القضائية والبحوث وقال رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث عمر الحجازي أن المشحة جهزت بأربع وعشرين ثلاجة خاصة بالجثث وثلاثة معامل متطورة يستوعب كل منها عشر جثث زودت بمواصفات خاصة بالصرف الصحي والسلامة المهنية أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وفات مئتين وستة واربعين شخصا على الأقل جراء حوادث المرور في عموم ليبيا خلال شهر يوليو الماضي وأضفت الوزارة في إحصائية النشاطة على موقعها على الفيسبوك أنه تم تسجيل إصابة ثلاثمائة وثلاثة عشر شخصا على الأقل جراء هذه الحوادث وبيّنت الإحصائية أن عدد حوادث المرور التي تم تسجيلها خلال شهر يوليو الماضي بلغت أربعمائة واثنين وسبعين حادثا كان أغلبها في مدن طرابل سواب الغازي ومساطة والزاوية وقصر بن غشير إلى عنوين النشرة البنيان المحصوصة تعلن سقوط ثمانية عشر شهيدا ومائة وعشر جريحا في اجتباكات اليوم بسرد وقوات البنيان تحبط تفجير ثلاث سيارات مفخخة من ضم خمس أرسلت عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة مقتل ثلاثة عناصر من قوات السائق إثر انفجار لغم في منطقة لغورشا بمدينة بنغازي وطيران الاجتبية شن ثمانية عشرة غارة في جنفودة ويستادف منزل لإحدى العائلات وآخر للعمالة مخلفا عددا من القتلى انطلاق أول رحلة للحجاج اليوم من مطار ميتقى الدولي متوجهة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها أكثر من مئتي حاج هاية النشرة وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر livestation.com هاية النشرة فإلى اللقاء اشتركوا في القناة